إصدار عملات نقدية جديدة تزامنا مع ذكر اندلاع الثورة التحريرية وانعقاد القمة العربية خطوة استحسنها الكثيرون خاصة بعد أن اطلعوا على ما تحمله الورقتين النقديتين وقطعة الخمسين من رموز تعكس عراقة بلادنا فطن ولادنا يرى ولادنا واشكاين واشهر 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 مقبل هذه حاجة باينة هذه بلا ما نهضرها هذه قاعدة هم يفكروا في الولاد اللي رم عايشين دوكا يقولوا صابي بليزر حنا يدولة تعناية تبدل في درام وحاجة مليحة حاب يقول كيف نقوله ذو إنسان كيف نقوله ميتين جديدة وميتين جديدة وارا برو كيمة هذي بصحة كيمة هذي ميتين جديدة هذي حاجة مليحة مصورة فيها شو هذا هذي حاجة مليحة حاجة مليحة للبلاد لنا هكذا ويبتلوه ما شاء الله استعمال اللغة الإنجليزية وصورة المسجد الأعظم وشعار القمة العربية إضافة إلى بعض المعالم التاريخية والأثارية فكرة وجدت صدى مميز خاصة لدى فئة الشباب كي داروا الشهداء شغول ذكروا المعالم بتاع تزاير القديمة وزيد داروا مسجد الأعظم شغول عفصة جديدة داروها في الميتين الف جديدة وزيد كي داروا الانجلي شغول باعة فرنسي كانوا دايما يديروا فيها في الميتين الف دوك داروا الانجلي عفصة جديدة ديفلوبات زاير بكري فرنسي فرنسي دغة المستعمل انجلي عفصة مليحة أموان لحقوا شوية الدول بدلوها الميتين الف بدلوها داروا لجامعك شغولوا لونك شغولوا فيها توراة الجاير داروا فيها حوال شابين شون نفتخروا بهم مليحة الجاير هذه ايه مسجد الكبير وداروا عفصة شابين عفصة مليحة بدلونا شوية في الاخر عفصة مليحة هذه اني معاهم مش اتجاحهم فيها عملة ديالي داروا شديدة اه حاجة مليحة تشرف البلاد تعطى تنار رمز من رموز الجزائر وفرابو كتبها دي خير من الفرنسي بس كما نحينا اللغة الفرنسية بالفرنها صديقة نحيناها اصدار عملات نقدية دحاكي الهوية الجزائرية اعتبره الكثير من المواطنين امتدادا للهوية الجزائرية واعتزازا بالماضي العريق